موسيقى سلام عليكم ورحمة الله وبركاته في اليوم الرابع من بطولة تاتا ستيل 2022 ماجناس كارلسون يقابل واحد من فريقه ومن التيم بتاعه اللي كان بيحضر له في بطولة العالم السابقة يوردن فان فوريست الجراند ماستر الدنماركي اللي فاز ببطولة تاتا ستيل 2021 يقابلوا النهاردة فخلي بالك ان المباراة دي كل لعب فيها عنده هدف ماجناس كارلسون عنده هدف يوصل 2900 فان فوريست عنده هدف انه يحافظ على اللقب ان استطاع وانه يفوز بالبطولة السنة دي كمان فاللقاء ده لقاء مهم جدا وحساس تعالوا نشوف اللي حصل بدون كلام كتير كتير بره وصلونا لو سمحتم الف لايك في اول 24 ساعة ويلا بينا نبدأ نايت اف ثري دي فايف ماجنس بيلعب بالابيض صاحبنا فان فوريست بيلعب بالاسود ويلعبوا شكل من اشكال الكاتلان بالابيض اصاد الجرونفيلد بالاسود يعني ايه الكلام ده؟ يعني هذا الشكل لحد السي فور نتكلم بدائين السي فور والدي فور مع بعض ومعهم الفانكاتة بتاعة الفيل الابيض ده هذا ما يعرف بالكاتلان خلصنا فانكاتة الفيل السود مع الدي فايف هذا ما يعرف بالجرونفيلد اوكي ماشي سي سيكس فيري سوليد بي ثري هطلع الفيل بتاعي من البيتو وانا كمان قبل مأفل على فيلي ده هطلعه في الاف فايف قبل مأفل عليه بالبيده بيشوب بي تو نايت بي دي سفن وماجنس يأخر شوية خروج هذا الحصان ايه الفكرة؟ قالك والله الحصان ده سعت لما بيخرج كده على طول الخصم بيبعد فكرته بتاعة اي فايف اي فور لكن لو انت اخرت طلوع الحصان ده شوية ولعبت مثلا حاجة زي كده والخصم لعب كده فانت بتطلع تقوله لو سمحت ما تكملش خطتك ايه رأيك في الكلام اللي انا بقوله ده يا معلم؟ فالخصم يقوم ده خيالك طب تعال هات الحصان معلش انا اسف تقوله خلاص ماشي هات الحصان الجامد اللي انت فرحان بي ده وانت كمان تاكل والامور تمشي تلعب بقى كوين اي تو تلعب اي فور تمنعه من افكاره وهكذا فماجنس يتقل شوية على خروج الفيل مستاني ايه؟ مستاني اي فايف ويلعب الاي ثري بس اللي احنا شفناها من شوية فنايت اي فور تتلعب على طول وماجنس يقوله بقولك ايه؟ خلاص بقى بدون انت جيبت حصان فيري اكتف هنا دعا انك يسره لو سمحت حاضر وبشب اي فور نقلة مهمة جدا مش من الحلو ان انت تعمل كده وتسيب فيلك شكله كده غريب وبعدين هيتاخد دلوقتي كمان بهذا الشكل لو عملت حاجة زي كده مثلا فايف ثري بقت جامدة جدا فالاول قبل ما تقفل على صباع الفيل فانت بتقوله لو سمحت تعال نكسر الفيل ده مع الفيل ده فماجنس يعمل خطة ماكرة عشان ما يخلصش الفيلين مع بعض يلعب كوين اي 2 اي 6 تتلعب خلاص بدم حلنا مشكلة الفيل وروك اف دي 1 مش بس بيحمي البيدأ الوسطي وبينشط الرخ بتاعته وكلام ده لكن كمان بعد اي 5 اللي بدأت تتلعب علشان مفيش حصان هنا عايزة كده وممكن يعمل بيدأ ضعيف في المربع بتاع البي ثري او يدفع البيدأ لحد الآي 3 ويبقى مشكلة في الاند جيم يبقى بيدأ قوي لو انت عملت تضحية على البي ثري واكل ممكن يتدفع في الآي 2 ويجيب وزير واخد بالك يلعب بيشب اف وون مش هكثر الفيل في وش الفيل وهنا فان فوريست يقرر ان خلاص انا لازم اضحي الفيل ده في اي حاجة بدل ما يتزنق مني لو لعبت حاجة مثلا عبيطة زي كده ممكن يلف بهذا الشكل ويعمل لي كده في كده انا مش نقصة معي مش هايز اعمل كده فخلاص خلاص اوكي اتفضل يا عم بس انا كمان عندي نقلة حلوة جدا هنشط من خلالها هذا الحصان النايمان وجاي بتمبو فكر يا ماجنس شوي على فكرة ممكن يجيبها من هنا معرفش الفرق الاوي بس ممكن يجيبها من هنا ويبقى عايز هنا عادي لكن يمكن يمكن النقلة دي عليها بيشب دي ثري ومعدش فيه النقلة دي عشان بتخسر بيدا تيكس 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 انما من هنا معندكش بيشب هنا عشان ممكن ياخد الفيلب بمنتهى الهدوء والبساطة فمن هنا كمان بيقوله لو انت كالت انا حاكل هات رخك الرخي تمشي هاروح هنا اطلب البيداء الامور بقت حلوة للاشود مش مكسب لكن افضل ما عادش عنه مشاكل فبعد نايت سي فايف بيشب اي وان ودي الخطة اللي ماجنس بادئ من اولها يعني يلعب عليها انه عايز انتياز الفيلين فسحب الفيل نايت اي فور بيشب دي ثري بيهدر انه يكسب بيدا بيشب تيكس بون تيكس كوين تيكس قال له اف فايف انت راح فين ولا بيدا ولا ميدا معرفش يعني ايه ميدا بس ايه جد دلوقتي يعني نزلت كده فاهم ميدا حلو مهم يعني ولا بيدا ولا ميدا المهم روكسي وان مشي من وطر الفيل ولو الفايل تفتح في اي لحظة يبقى عنده نزول ولا حاجة وبصراحة الموقف طمع فان فوريست انه يهجم الحصان القوي جدا ده لو تم التخلص منه ببشب تيكس هيجب دلو بيدا والفايل هيتفتح وهيبقى البيداء اللي واقف في الاي فور ده بيسموه رأس الحربة او سبير هيد اوف دي اتاك المهم جي فايف تلعبت خلاص انا قلت لك انه هو قلبه يعني قلبه مساعده انه هو يهجم على ماجنس كارلسون كوين اي تو جي فور جي فور مش جي فور دي بتضيع بيدا يعني بتاع انت قاله لا اصلا بعد ما اكل هاكل بالبيداء اه انا هاكل ببيداء ده صحيح يبقى بتضيع بيدا ما هو ده اللي حصل في الجيم وفعلا في بيدا راح لكن البيداء اللي راح ده اكيد فان فوريست شايفه بس شايف انه هيعرف يلعب عليه وفعلا الانجين مساعده يعني موافقه على الكلام المهم انك لو كانت بالبيداء الاخر فدي فايف قوية جدا دي فايف ايوة دي فايف اللي مش راح تتلعب دي قوية جدا ليه عشان بيدا في بيدا بيدا في بيدا في بيدا ويبدو وكأن الابيض خسر بيدا ولكن بعد روك سي فايف هات البيداء تدفع البيداء انت خلاص بقى معاك بيدا بقى بتدفعه وتفتح الفيل بقى وكده ومتاع او مديك واحدة كش عظيمة من هنا واخد منك الفيل وبالتالي الاكل بالبيداء الاخر هو ما تم الاتفاق عليه في دماغ صاحبنا فان فوريست وساب البيداء ايه التعويض يعمل حاج فتحت فايلات على الملك عندي رأس الحربة بتاعت ال اي فور عندي روك اف ثري اضغط على الاضعاف بتاع ال اف تو الوضع هيبقى باسيف بالنسبة للأبيض وانا عندي تعويض اوكي كوين اي اي تتلعبت الكومبيوتر بيرشح روك اف سيكس تحمي البيداء وتلعب روك جي سيكس ولكن انا لو مكان فان فوريست يعني مش عايز اتكلم عن نفسي انا عايز يعني مش انا يعني اي حد مكان فان فوريست انا معرفش هو شايف التعويض ازاي ده معنا ان هو رجل تقيل اوي شطرنجيا لان انت بتلعب وسط بطل العالم افضل لاعب عايش بنا دلوقتي في الكلاسيك بتسيب بيداء والشكل فيري سولد انا مش شايف اي ضرب ممكن يحصل على ال اف تو اه روك دي تو روك اي تو وحمايات ما هي بيداء كامل زيادة انا مش عارف فين التعويض ولكن هنشوف اللي حصل كوين اي ايت حمل بيداء بتاعه وماجنس هنا يلعب نقلة لا يوافق عليها الكمبيوتر ولا اخواته ولا اعمامه ولا اي حد يموافق عليها بس هي مش غلط يعني هي مش خسارة لكن هي غريبة عادة احنا بنعمل تكسيرات لما التكسيرات دي بتحسن موقفنا لكن لو ما حسنتش موقفك انت مش مضطر تعمل التكسير مثلا هذا البيداء متأخر قليلا فقال لي خليك تعمل تيكس تيكس وتريحه من اضعافه وتفيكس البوني ستركشور في السنتر يعني تثبت شكل البيداء في الوسط بهذا الشكل وانت كنت ممكن مثلا مثلا تلعب بيفور بحيث حيستشغل الفيل ده لو اكل بتاكل لو سمحت هات الفيل لو هات الرخ لو الرخ مثلا مشيت او لعبت ايتشي فايف مشي وبعد كده الرخ مشيت مثلا فساعتها ممكن تلعب بيداء في بيداء في بيداء وتنزل في سبعة او يعني الوضع الوضع هنا ممكن روك اف تري كمان تتلعب وعليها روك دي تو الامور بالنسبة للاسود مش وحشة خالص كل اللي كان عايزه اخده ولكن ماجنس كارلسون طبعا هنا في هذا الشكل كمان لو دفعت البيداء ظنن منك ان البيداء ده بيبقى يعني في الاند جيم جامد ممكن كمان تاكل هنا وتلعب البي فورد دلوقتي بقى لها معنا بعد التايكس ممكن تبدأ تخش هنا عايز تضغط على البيداء الضعيف وتجوز جبت لعب على هذا الجناح معايا ولكن ماجنس يلعب بيداء في بيداء على طول بيداء في بيداء وبعدين يلعب بروكسي فايف برضو الكمبيوتر مش عاجباه علشان بعد ايتش فايف والوزيد يمشي كوين اف سيفن اللي مش عاجب الكمبيوتر دي نقل عملية جدا ورائعة بتحمي البيداء ده بشكل غير مباشر لو اكلت البيداء طبعا بايش بتاكل بتاكل وبنزل بكشات هنا فما ينفعش تاخد البيداء اصلا فاكوين اف سيفن نقلة ممتازة كوين جي تو حميت البيداء بتاع الاف اه تو بزيادة وبهدي داخد البيداء دلوقتي اي فور معادش في بياداء بي فور ماجنس بيعمل اي بيعمل الخطة اللي احنا اتفقنا عليها ازاي تهاجم سلسلة البياداء دي بانك بتضرب النقلة دي وتعمل اضعاف في سي سيكس او في الثي سري بالعكس وتضغط على البيداء المتأخر ده ده اللي بيسموه الكارلزباد ستركشور شكل الكارلزباد او شكل البادء بتاع الكارلزباد كوين دي سيفن بيحمل بيداء بتاعه بزيادة بتاعي سي سي سيكس بي فايف اخذت على اي حال بعدين اي تش فايف جوز عايز تيكس 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 روك اف سيكس حميت البيداء بتاعي وهنا اكل بيداء في بيداء بيداء في بيداء فعلا نجح في انه يعمل اضعاف بتاعي سي سيكس والشكل اصبحت عادولي بعد وفي هذا الشكل ماجنش كارلزن يقرر ان لو البيداء ده دخل هنا هيكتفه جدا مع الارخاخ يعني هيبقى شكله منكمش ومنبعج ومتدايق فلاعب جي فور وهنا فان فوريست يلعب نقلة في منتهى الجمال وقف الفيديو وفكر فيها وعمل لنا لايك واخد بالك النقلة لا يرشحها الكمبيوتر على الاقل في اول ثلاث نقلات مش مترشحها من قبل الانجين النقلة هي H3 ايه الفكرة قالك والله لو لعب حاجة مثلا زي كده فH3 هتعمل نوع من انواع يعني زي الحيطة كده اللي انت مش عارف تكسرها على جناح الملك ليه عشان وجود هذا البيداء انت ممكن تضغط بهذا الشكل لكن هتكمل ضغط ازاي على البيداء ده معاتش اما لما تديني البيداء ببلاش كده زي ما تلاعب في المباراة وانا اكله دلوقتي ممكن الرخ التانية تيجي دي تيجي من هنا والتانية تطلع وتيجي من هنا فيبقى في ضغط من الفايلين ومعدش فيه البيداء بتاعي اللي حميك اللي هو بتاع ال H3 اللي احنا ضحينا ده الرخ جات فعلا الملك الوزير رجع روك G6 هات البيداء وهنا ممكن تلعب H3 ويتلعب عليها روك F3 وبعدين الرخ تيجي من هنا زي ما نلسه حكيلك من شوية ولكن ماجنس يفضل يفضل انه يلعب G5 ولما البيداء يطلب يلعب H4 ومعه شوية تفوق واحد ونص بيشب F8 امشي من الرخ الجامدة دي الرخ ترجع في اتنين روك 5 C2 بيشب E7 وبدأ فان فوريست اللي خسران دلوقتي بدأين خسران بدأين يلعب علي فكرة انه يضحي هنا وياخد وزير ماجنس فماجنس يشوف الكلام ده كويس ويقولك والله انا هاخد الopen file دلوقتي كان الافضل واللي يحافظ على شوية تفوقات لماجنس كارلسون انه يمشي من الربطة بحيث لو تلعب حاجة زي كده يعني عنده حاجات كتير بس هو حتى لو هرب في كينج اي 2 او اخد الopen file خلص حتى الفيل ما بيعرفش يرجع خد بالك لان الرخ دي مربوطة وتفوق اربعة انا معرفش مادة صحة الاكلة بس الاكلة حتى كمان مش غلط يأكل تمشي مثلا ايج 2 المشكلة هنا بقى ان انت مش سريع كفاية يعني كينج اي 2 مثلا والله تخيل الشكل برضو ويننج للأبيض مع انت فوق ثلاثة ولكن خلينا نشوف اللي حصل بعد رجبي 2 بيشوب تيكس وماجنس يجيب النقل الصح دلوقتي كينج اف 1 شبه اللي احنا لسه قلنهم دلوقتي قوي كوين اي 7 تلعبت فعلا وماجنس يمس الويننج موف مايجيبش الويننج موف للأسف كماعت فوق السابعة هنا تخيل الانجين بيقول مش انا كينج اي 2 يلعب عليها كيش تهرب في الدي 1 يديك واحدة كيش تغطي في الدي 2 خلاص انت خدت قطعة وهربت الواجير مطلوب دلوقتي لو الواجير مشي تطلب الاول مثلا الرخ دي الرخ تمشي وبعدين تاكل القطعة بتاعتك خدت قطعة زيادة امورك في السليم ماجنس ممكن يكون مضغوط في الوقت او يكون مش مبسوط بال مش عارف ايه اللي حصل لكنه لعب على طول في هذا الشكل كوين جي فور وهذا جعل الشكل تعدلي ليه؟ علشان الكيش دي كلتني ارجع زي ما كنت كان الافضل بدر النقلة دي الاول اهرب هنا في هنا المهم كيش مشيت روك جي فايف وهنا فان فوريست يلاقي لاين يستطيع به ان يفوز بوزير ماجنس كارلسون كيش الفيل رجع ببلاش ولكن الوزير مطلوب ومربوط تاكل الفيل اغطي بالرخ ببلاش تاكل اكل يديني كيش ارجع والوزير راح فهاكل وبعدين هلعب اي ثري الشكل تعدلي جدا على الانجن كينج جي سيكس كينج جي تو كينج ايج فايف روك ايج وان بيحمل بيدا وهنا فان فوريست لاناقلة جميلة جدا يجيب بها التعادل سي واحد يقول لي يجيب التعادل ليه؟ ما يلعب على مكسب بالحقيقة الشكل ما بيتكسبش بسهولة الجناح ده مقفول البيادة كل خطة خطة شطرنج قائمة على البون ليفرز يعني الروافع البيدقية يعني بيدا يساعد بيدا في انه يمشي قدام ويبقى وزير غير كده الموقف ثابت ومقفول فمفيش هنا روافع بيداقية البيادة مع الشقف بعضها ما عندكش كمان تضغط عليهم فالوضع زي ما انت شايف يعني حتى ممكن يعمل كده رخ هنا ويفضل يروح ويجي بالرخ كده بس فيش اي كشات لو انت روحت بالرخ هنا ورحت وجيت فيش كشات فالامور صعبة المهم انه لقب سي فايف هنا فأكلنا فد كش يهرب يدي كش يرجع يدي كش ويتعادلة واحد يقول لي يعني ما فيش غير الهروب ده قالك والله لو هرب الجنب التاني الامور ممكن تبقى دمها تقيل شوية لو بدأ يغزو من هنا بس يعني يدي له كشة وياخد هنا مثلا وبتاع بس برضو الانجين بيقول لي صفار ولكن بعد هذه المعركة العظيمة في الاخر اتعدلهم ويبقى كل واحد مع اثنين ونص من اربعة وبكرة راحة توقعوا ان شاء الله حلقة جديدة من تال وبودفينك ونراكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة